كتير مننا بيشكي من المصاريف المتنوعة اللي بتجينا على الحساب وهنشرحها لحضراتكم واحدة واحدة فيه مصاريف فتح الحساب فيه مصاريف إدارة الحساب فيه مصاريف كشف الحساب فيه مصاريف أي خدمة تانية ممكن تعملها على الحساب هنقولك كل التفاصيل وهندي مثال على البنك الأهلي المصري والحساب الجاري وحساب التوفير ونخلي بالنا من حاجة مهمة جدا وهو إن الحساب بتاعنا ينزل عن الحد الأدنى وبالتالي لازم نبع عارفين كل حساب بنعمله داخل البنك الحد الأدنى بتاعه قد إيه والغرامة على الحساب ده لو نزل الحد الأدنى دي غرامة شهرية بتوصل في بعض البنوك إلى 100 جنيه خلي بالنا من كل التفاصيل دي ولازم تكون على علم بكل أنواع المصاريف اللي على الحساب عشان خاطر ما توفجأش بإن فيه مصاريف كتير على الحساب بتاعك إلى جانب لو فيه بعض الحاجات أنت مش عايسة على فكرة ممكن تلغيها فتقلل المصاريف شوية على حسابك نقول باسم الله ومعاكم الدكتور محمد العجم ودي قناة صباح الدنوك تعالوا معاكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودي قناة صباح الدنوك زي ما حضراتكم شايفين كده على الصبورة إحنا حطين معظم أو أشهر المصاريف اللي ممكن تدفعها على الحساب هنشرحها واحدة واحدة لحضراتكم بحيث أنك أنت تبع عارف الحساب بتاعك ده أنت بتدفع عليه مصاريف قد قيد لأن هي المصاريف كتيرة صغيرة لكن بتجمع في النهاية والمصاريف تختلف من بنك الآخر إحنا صعب أن نتابع أو نشرح كل البنوك عندنا 37 بنك لو كل بنك بس خد 10 ده تخيل وقت الحلقة هتروح لحد فيه فأنا بس برجو من حضرتك لو عايز مصاريف الحساب في بنك معين قلنا مصاريف الحساب الجاري أو التوفير أو أيا كان نوع الحساب اكتب لنا كده أنا عايز مصاريف الحساب كذا نوعه كذا في البنك الفلاني وإحنا إن شاء الله نحاول نتابع لك ونشوف لك كل المصاريف اللي موجودة في الحلقة دي بتحاول تعالج بعض المشاكل اللي بيتعرض لها العملة بعض المشاكل اللي خاصة بقصة المصاريف الكتيرة أنواع المصاريف الكتيرة اللي مش عارفينها أنا بدفع مصاريف كتيرة على الحساب بس مش عارف المصاريف دي بتروح فين وإيه الهدف منها في الحلقة دي هنشرح لحضرتك كل حاجة خاصة بالمصاريف على الحساب وزي ما قلنا في المقدمة إن كل حاجة أنت بتعملها داخل البنك عليها فلوس في البداية لو أنا عميل جديد هعمل إيه لو أنا عميل جديد بروح البنك وبالرقم القومي بقدر رفت حساب فتحت حساب عندي أهم حسابين بيشوفهم جوه البنوك الحساب الأول وهو الجاري والحساب الثاني اسمه توفير الفرق ما بينهم بسيط جدا إن الجاري معلوش أي عائد معلوش أي فوائد لكن بيديك دفتر شكال أما حساب التوفير فهو عليه فلوس أو عليه عائد أو بيديك عائد على أدنى رصيد موجود في الحساب خلال الشهر ولي حد أدنى وهنتكلم عنه إلى جانب إنه هو معلوش دفتر شكال ده الفرق الجوهري ما بين الحسابين لكن كل الحسابين بيديك كل الخدمات اللي ممكن نتكلم عنها في حلقة أخرى بعد ما تيجي تخش واخترت الحساب في حاجة اسمها مصاريف فتح الحساب طبعا نحن نضرب مثال على البنك الأهلي المصري بحيث إن احنا نوضح لك الصورة أكتر ونجيب لك مثال عملي وحقيقي إن انت بتدفع قد إيه لو كنت عميل داخل البنك الأهلي المصري أول حاجة اسمها فتح الحساب مصاريف فتح الحساب خمسين جنيه سواء كان في الحساب الجاري أو حساب التوفير ممكن يبقى فيه عروض مجانية آه ممكن يبقى فيه عروض مجانية وده بتبقى وقت الشمول المالي وده تقريبا أربع فترات في السنة ومصاريف فتح الحساب دي ما بتدفعهاش لأنها أول مرة نيجي لبقى القصة الحد الأدنى وكل واحد من حضراتكو يخلي باله في البنك اللي هو موجود فيه موضوع الحد الأدنى الحد الأدنى في البنك الأهلي المصري لو حساب جاري 2500 جنيه أما بالنسبة لو حساب توفير 3000 جنيه طبعا عشان يحسب لك العائد في حساب التوفير 3000 وواحد يعني فوق 3000 يبدأ يحسب لك عائد أما بالنسبة لو عملات أخرى فوق الميت وحدة سواء كان 100 دولار أو 100 يوم أو 100 جنيه استرلين الحد الأدنى 2500 ده للأفراد أو 100 دولار للأفراد لو شركة الحد الأدنى 5000 جنيه أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية ليه بقول الحد الأدنى؟ لأن البنوك بتطبق غرامة الغرامة دي تختلف من بنك الآخر لو نزل عن الحد الأدنى بعض البنوك بتطبق 50 جنيه وبعض البنوك بتطبق 100 جنيه يعني أنا هنا الحد الأدنى 2500 جنيه وما دفعتش الخمسين جنيه الخمسين جنيه دخل البنك أخذتها من حسابي فأصبح حسابي فيه كام؟ في 2450 جنيه في الحالة دي الغرامة اللي أنا هدفعها وشهريا نخلي بالنا شهريا هدفع 20 جنيه يعني أنا لما أخذتش بقى لي كل شهر هيتخصم مني 20 جنيه تعالوا بقى نكمل بقى المصاريف المصاريف التانية والمهمة حاجة اسمها مصاريف إدارة الحساب مصاريف إدارة الحساب في البنك الأهلي المصري 120 جنيه سنويا بتتخصم بواقع 30 جنيه كل 3 شهور وده بيختلف من بنك الآخر هل فيه مصاريف تانية أو فيه مصاريف تانية؟ المصاريف التانية موضوع كشف الحساب كشف الحساب عندك بديل مهم جدا أنا كنت أخذ بديل إلكتروني في الحالة دية أنت ما بتدفعش أي فلوس ومجاني لكن لو أنت عايز حساب ورقي في الحالة دية أنت بتدفع لو داخل مصر بتدفع 60 جنيه إما كل شهر أو كل 3 شهور ولو خارج مصر بتدفع 100 جنيه الكشف الحساب الورقي بتدفع 100 جنيه كل شهر أو كل 3 شهور أو ما يعادلها لو الحساب بتاعك بعملة غير العملة المصرية عندنا أيضا فيه مصاريف تانية أو فيه مصاريف تانية السحب النقضي من الفرع لو أنت حضرتك فتاحت حساب ويدخلت الفرع ومتعود أن كنت تخش الفرع تسحب فلوس من الشباك في الحالة دية أنت بتدفع 40 جنيه لو أنت سحبت مبلغ أقل من 12 ألف جنيه فنخلي بنا جدا من قصة عملية السحب من الفروع لأنه هو بيديك بطاقة خصم وبطاقة الخصم أيضا عليها مصاريف هو بيديك بطاقة الخصم دي عشان تقدر تتعامل على الحساب بتاعك من خلال الماكينات لكن لو أنت حبيت تخش الفرع في الحالة دية بيدفعك 40 جنيه على كل عملية طيب هل فيه مصاريف تانية؟ آه فيه مصاريف تانية لو أنت عايز دفتر شكات وفي الحالة دية هي متاحة فقط زي ما قلنا في الحساب الجاري في الحالة دية بتدفع 70 جنيه على كل وراء تعال نقول بعض أيضا المصاريف اللي ممكن تدفعها يعني مثلا حضرتك حبيت تاخد نسخة إضافية من كشف الحساب ففيه 30 جنيه على كل وراء حبيت تاخد بيانات عن السنة الماضية ففيها 35 جنيه على كل مستند السنوات اللي قبل كده ففيها 50 جنيه حبيت تاخد شهادة بكل الأرصدة اللي موجودة لك داخل البنوك فالمصاريف بتاعتها 100 جنيه لو حبيت تعتمد كشف الحساب 30 جنيه يعني يختمه لك لو حبيت تعمل توقيل لحد 100 جنيه لو حبيت تلغي التوكيل 30 جنيه حضرتك مش عايز مراسلات وراقية وحبيت تحتفظ بالمراسلات دي داخل الفرع ف500 جنيه في السنة لو حبيت تعمل تعليمات مستدامة ف30 جنيه مصاريف الاشتراك في الخدمة زائد 30 جنيه أو 3 دولار لكل عملية بخلاف المصاريف المقررة لتنفيذ العملية سواء تحويل أو عملية دفع دي تقريبا كل المصاريف اللي حضرتك ممكن تتفحها وانت بتتعامل على حسابك دايما بنقول اي حاجة تعملها اول حاجة تسألها هي مصاريفها قد ايه فالموظف يقولك دي مصاريف بتاعتها كذا بحيث تبعارف ما تفاجأش بأي مصاريف موجودة في كشف الحساب لو في ايه تسألات عندنا حضرتك تبهانا على القناة دمتم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بحيث تده تتعرف على الفيديوهات الموجودة على القناة لان في كتير من تسألات حضرتكو ايجابتها موجودة في فيديوهات تعملناها أفضل قبل كده كلهم بيتعلقوا بالبنوك وتعملات العملاء مع البنوك احد الاصدقاء في البنك المركزي المصري قال الاستثمار في يدون الخزانة أفضل ولا الشهادات اللي هي 27 وانا هنا بتكلم على اخر جلس